في مرحلة إعادة تدوير نظام الأسد يعكف إعلام النظام والإعلام الروسي على التهليل لأية خطوة عربية أو دولية تجاه النظام والترويج لقوة النظام على حساب معارضيه فبعد التطبيع الأردني مع نظام الأسد ذكرت صحيفة العربي الجديد أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول منحت النظام الإذن للوصول لشبكة بياناتها معلومة أكدتها صحيفة الوطن الموالية وزادت عليها بتصريحات لمدير إدارة الأمن الجنائي حسين جمعة تتحدث عن زيارة مرتقبة لوفد من الأمانة العامة للانتربول إلى دمشق زيارة هدفها استئناف عمل مكتب النظام والتنسيق حول الجمارك والمعابر الحدودية وقاعدة بصمات المطلوبين أما وكالة سبوتنيك الروسية فذهبت إلى أبعد من ذلك ورأت في الزيارة بداية للتعاون الدولي مع الأسد والاعتراف بشرعيته حسب ما نقلته عن مراقبين ورغم أن المحامي المقيم في واشنطن يوري نيمتس حذر من ملاحقة النظام لمعارضيه عبر الانتربول وتأثير ذلك على ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بالقول إن التعاون بين النظام والانتربول سيكون في مستويات خطيرة إلا أن المحامي والحقوقي السوري أنور البني قلل من أهمية ودور الانتربول في ملاحقة معارضي الأنظمة منتقدا التضخيم الإعلامي الذي يحيط بزيارة وفد الانتربول إلى دمشق الانتربول ما نقوة تنفيذية يعني ما بيقدر يوقف أي مواطن بأي دولة الصاحب الحق الوحيد بالتوقيف هو الشرطة الخاصة بهذه الدولة وهالدولة كل الدول خاصة الأوروبية وبيعرفوا النظام السوري وإلوه موقف منه وبالتالي موقف الانتربول لا بيقدم ولا بيأخر من موضوع تأهيل أو عدم تأهيل هذا النظام المجرم بالمجتمع الدولي نظام الأسد الذي يحاول الاستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية لكسر عزلته يحاول جاهدا أيضا أن يمحو ذاكرة المجتمع الدولي من خلال التطبيع معه مجددا بل وتصل دعايته في بعض الأحيان إلى الاستمرار في ملاحقة السوريين وممارسة الانتهاكات بحقهم بدعم أممي ترجمة نانسي قنقر